موسيقى واجب الصراحة مع علي عمال موسيقى المولدات بين تسعيرتين والمواطن حائر بين أزمتين أزمة الطاقة الوطنية وأزمة المولدات الأهلية إشكالية أزلية قائمة ضمن آثار مشكلة الكهرباء المستمرة والحلول تتجدد لكنها لا تصمد أمام حرارة الصيف وزيادة ساعات التشغيل ومن الكهرباء إلى الماء دائرة ماء بغداد تعزل انقطاعات في المياه ببعض المناطق إلى تذبذب التيار الكهربائي فيما تشكو من هدر يصل إلى نصف الكمية المنتجة دون إجراءات عملية وحقيقية تلوح في الأفق تحية طيبة المولدات بين التسعيرات والمخالفات ماء بغداد الأكثر انتاجا وهدرا أزمة الكهرباء أفرزت كثير من المشاكل والأزمات واحدة من هاي الأزمات العديدة هي المولدات الأهلية واللي بدورها أفرزت مشاكل عديدة المتضرر الأول والأخير منها المواطن بالتأكيد وهي يومية اشقالت التسعيرة واشحشت التسعيرة واشقال القاز واشحشة القاز اشقد الكمية واشقد السعر وطبعا الطرفين لهم الحق أبو المولدة اللي يشكي من ارتفاع درجات الحرارة وقلة تجهيز الكهرباء الوطنية أو تجهيز الوقود والمواطن اللي يتهم أبو المولدة بأنه مزاجي بالتشغيل ورفع الأسعار وأنه ماكو رقابة ومتابعة وإلى آخره من قائمة الشكاوى من الطرفين مجلس محافظة بغداد لوح حديثا باتخاذ إجراءات قانونية تصل إلى المصادرة وإزالة المولدة وتغيير المتعهد بحق غير الملتزمين بقرار الخاص بأسعار وساعات التشغيل وبالفعل تمت هكذا إجراءات خلال الساعات الماضية بحسب عضو المجلس مثنى ثائر العزاوي فإن المجلس استحصل موافقة رئيس الوزراء على زيادة عدد اللترات إلى 40 لتر لكل كي في وتخفيض سعر الغاز إلى 250 دينار للتر الواحد بدلا من 400 دينار منوها بأن أسعار التشغيل تكون 8000 دينار للعادي للخط العادي طبعا للأمبير الواحد و12000 دينار للخط الذهبي وفق حسابات فنية وأشار إلى أن المجلس فتح الباب للمولدات التي لا تمتلك حصة وقودية بتقديم طلب من صاحبها إلى الوحدة الإدارية ويرفع إلى لجنة النفط والغاز في مجلس المحافظة واللي بدورها هاي اللجنة تفاتح حيئة المشتقات النفطية التابعة لوزارة النفط لتجهيزه بالحصة لافتا إلى أن غالبية أصحاب المولدات يمتنعون عن اتخاذ هذا الإجراء لكي لا تتحكم بهم الحكومة المحلية أو الجهات المختصة ويبقى يفرض السعر اللي يشوفه مناسب على المواطن عضو المجلس أوضح بأن رئيس المجلس وعددا من الأعضاء زاروا رئيس مجلس القضاء الأعلاء القاضي فائق زيدان لطرح موضوع العقوبات التي تقع على أصحاب المولدات المخالفين بعد أن بين القضاة أنه لا توجد مادة قانونية تنص على معاقبتهم وهنا أصبحنا أمام إشكال قانوني فضلا عن الإشكاليات الفنية بالتأكيد تضاف إلى الإشكاليات المستمرة المتجددة بين أبو المولد والمواطن من جهة ثانية حول هذا الملف معنا هنا في الستوديو السيد صفاء الحجازي رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة بغداد وأيضا معنا في الستوديو السيد أكرم الياسري مدير الإدارة للنقابة العامة للميكانيك والمطابع والتعدين والطاقة بين قوسين لجان المولدات أساتذة الله بالخير الله بالخير أهلا وسهلا أهلا وسهلا وشكرا لحضوركم شكرا لحضوركم سيد صفاء خلي البداية وياك بعد إذن سيد أكرم حتى نعرف أنه على أي أسس وفق أي أسس وفق أي حسابات تم احتساب سعر الأمبير 8 تالات للخط العادي و12 ألف للخط الذهبي طبعا الجماعة منزعجين ومعترضين أولا بداية أحب أشكر قناتكم الراقية الأخبارية لنقل الصورة الحقيقة للمواطن البغدادي وهذا مجدد عليكم اليوم أحنا بداية الأمر يقول لكم الموضوع هو كل شيء مهم هو المواطن اليوم ينتظر منه احنا اليوم منوصلونا في مجلس محاة بغداد نعم ينتظر منه خدمات وينتظر منه المزيد من أعطاء اليوم في مجلس محاة بغداد اليوم ينتظر يقول لك الأمبير 25 و20 اليوم شرعي تسوي ايه هذا ينتظر أنا انتخبتك وجبتك حتى تساعدني ايه جبتك هذا المكان أنا اليوم بقيتني 25 و20 احنا اليوم ويقول لك أنا جوز هم من انتخبتك على رأسك وان هم من مواطن على رأسك وإحنا نريد نوصل فكرة ما يضرر بها أبو المولد والمواطن اللي هي احنا أخذنا دراسات كاملة على المناطق الموجودة النواحي الموجودة زين حتى بنتحدث لي اليوم 12 زين بعض مدراءة النواحي أسطن رفضوا الـ 12 قالوا 9 تلال دينار الذهبي ايه عندي ايه عندي كتب رسمية الذهبي والعادي 6 تلال دينار ايه رفضوا أنا 12 يقولون هوي 12 ما عش سويته احنا عدنا تقريبا ما يقارب هو 6 مدراء نواحي رفضوا هاي التسعير اللي بـ 12 يريدون اكثر زين احنا اليوم عندما تحدثنا عن طبعا بعد التدقيق الموجود في مدراء النواحي وطبعا اجتماع مع مدراء النواحي وضعنا خطة آلية عمل على وانتخفيف السعر ابنوس الدقيقة لازم مقابل اليوم احنا رفعنا لدولة رئيس الوزراء بان يكون سعر البانز الغاز بدلا من 400 200 دينار وتمت الموافقة اي 200 دينار مو 250 200 دينار مو مثل ما انا قلت 200 دينار لا لا 200 دينار زين 200 دينار للتر الواحد حصلت الموافقة حصلت الموافقة ها وبدلا بدلا الـ 25 اي يكون 40 شنو بدلا الـ 25 25 لكيفي الواحد يكون 40 اها بدلا الـ 25 ألف لتر تقصد لا 25 لتر 25 لتر الكيفي الواحد زين يكون 40 بدلا اليوم من احتي شيئا بواضح نقول امو الـ 500 500 كيفي نعم كانت تستلم مثلا بين 13 بين 22 24 29 20 ألف زين اذا اذا 40 لتر للكيفي الواحد احتيتني قل السعر الساعة تبق 15 ألف دينار من كانت هذا ماكو زين سعرناها وقالوا ما تكفي 16 سوينا اليوم من دراسات وبحث ومع مدراء النواحي الموجودة اي وصلنا النتائج ان تكون من انا اطيك لتر بـ 200 دينار و40 لتر للكيفي الواحد اذا انت مدنة 25 لـ 12 ألف تكفيك وتطلع ربحان انا انا اش سويت احنا انتو هي شايفي وبعد الدراسات نعم يعني اليوم استاذنا العزيز انا اليوم من اروح الدورة رئيس وزراء اقول لي اذا اخفف السعر للمواطن البغدادي هس انا المسويب 16 انا رفعت مقترح رئيس وزراء زين قال لي مسويب 16 من المواطن من اريد اقول لي انطيني هاي المقترح مالتي وانا اخفف لك السعر من دورة رئيس وزراء ووافق وانطان قيل احنا ناخذ اجراء قانون صار هذا الاجراء صار هذا الاجراء اليوم يا ترتزم بالأثمانية او بالأثمانية والخطة الذهبة بالأثمانية مجلس محافظة بغداد بعد المقترح الرفعته من او اعتقال وتغيير المتعاهد ورفع المولد اليوم القضاء بالعكس متعاون زين قبل ما اخش بطريق القضاء على اعتبار هناك جدل فيما يتعلق بالمواد القانونية اللي تمت على اساسها الاجراءات المتخذة خلال الساعات الماضية صبرك علي طيني مجال شوية اريد افهم وجهة نظرهم ميتين دينار للتر الواحد واربعين لتر للكيفي واثنعش ألف للأمبيير حلوة تربحون مو عشرين ألف انا قطي المواطن حتى ابو المولدة يطلع نهاية الشهر بثلاثين مليون ربح هيك أسمع صدل تحياتي لحضر تحياتي لضيفك الكريم تحياتي للمشاهدين قناتكم والموقرة بداية حاب أوضح للمشاهد الكريم من خلال تعريف مبسط من هو صاحب المولدة من هو صاحب المولدة من هو صاحب المولدة مواطن عراقي عند رادي يشتغل سواء لمولدة جابها نصبها غذى الناس بالكهرباء وتطلع لسبوبة وربح سيد من هو صاحب المولدة فتعريف آناك أب المولدة أي هو المواطن الوحيد أو الإنسان الوحيد على وجه الكرة الأرضية اللي ما عنده إجازة هاي أول نقطة كل الموظفين عندهم إجازات إجازات العطل السنوية عندهم نهاية الأسبوع عندهم إجازة أبو المولدة ما عنده إجازة كل قطاع خاص ما عنده إجازة لا لا أبو المولدة ما عنده إجازة أبو الأسواق ما عنده إجازة عنده إجازة يعزل بـ� devient 12 الليل يفتحوا الصبح أبو المولدة داخل خفارة لمدة 24 ساعة في 7 أيام على طول السنة ليش حتى يقدر يوفر لك أبصد حق أنت كمواطن مفروض الحكومة يوفر لك إياه سيد أكرم هو أبو المولدة نفسه صاحب المال اللي حط هاي المولدة قابل مقابل المولدة وكاموش خفارة غير عنده عامل وعامليين وشفتات وهذا يروح وهذا يرجع عنده أقل شيء اثنين موظفين تشغيل اشقد العامل اشقد يداوم حتى نقدر نأمن تشغيل 24 ساعة للمواطن لازم نشغل أقل شيء اثنين موظفين ما حنظامن وياك من دخلت لهذه الدخل أنا من حقي أنت رضيته بهذا بالنتيجة أنت رضيته أن تكون هذا عملكم أنا اليوم منحقك أبو المولدة ومنحقك أممثل عن أصحاب مولدات بغداد ومنحقك مدير الإدارة للنقاب العام المطابع الميكانيك والتعدين والطاقة اللي جاني المولدات أن أوصل فكرة أبو المولدة اليوم عندنا المواطن البغدادي بالخصوص عنده فكرة أن أبو المولدة جشة صح صح جشة عنده فكرة أبو المولدة حرامي صح ليش أنا اليوم صورتي يقول لك يطلع بـ 30-40 مليون ربح بالشهر وهذا أبو المولدة بنال أفلام بيت وعند أفلام سيارة فارحة بسبب شون أستاذ بسبب الحكومة شون الحكومة تصرح كل سنة إحنا طينا لأبو المولدة قاز مدعوم وهذا تصريح رسمي شنو تمام أريد أعرفاني من أستاذ صفاء اليوم اي نعم شنو شنو أنا أحكي أنا أحكي أكرم لا لا عفوا استلمنا 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 خلاص صحيح تصريح الحكومة تمام تمام القاز المدعوم كملة ممكن أطيق دراسة مصغرة حتى يناقشني بها أستاذ صفاء تفضل تفضل عندنا المولدات اللي مشهورة ببغداد اللي شغالة اليوم هي نوع بير كنز 220 هي نفس المولدات ساعتها 300 كيل كل فولت أمبير نفس المولدات اللي محافظة بغداد نمسوي عليها الدراسة تمام ما راح أجيب لك محرك من خارج الدراسة اللي مشتغلية عدنا هذا المحرك ساعة 300 كيفي فولت هذا المحرك إذا يشتغل بكامل طاقته راح يغذي 800 أمبير تمام صرفيات هذا المحرك بالساعة الوحدة 65 لتر بالساعة الوحدة 65 لتر 65 لتر بالساعة الوحدة اليوم آني كمولدات بغدادة بشكل عام عدنا معدل تشغيل من 18 ساعة إلى 21 ساعة باليوم الواحد أنت مواطن عايشة بغداد وبيتك تعرف جلت تجيك الكهرباء الوطنية لحظة 18 ساعة إلى 21 ساعة أغلب مناطق بغداد أحشي لك شهر السادس شهر السابع وموين أكويت حشي موجودة عدادات أستاذ موجودة عدادات موجود المواطني لحظة طيني سيد صفاء أكويت حشي أولا هذا التشغيل لا لا أحشي لك على هاي النقطة هل بالفعل في بعض مناطق بغداد يعني أقوى شي في الدورة 16 ساعة بين 15 ساعة 16 ساعة وصلت إلى 18 ساعة لا يعني مرات بالحديث اللي يتكلم به توصل يعني اليوم عندك 18 ساعة توصل في عقل موجود أو عارض ضراب أو خط ناقل ضراب جتكم إرساليات من مدراء بعض النواحي في بغداد عن وصول تجهيز المولدات إلى فمنطع الساعة أقوى شي جت إلى 16 ساعة أقوى شي جت إلى 16 ساعة المدراء النواحي اللي يجهزون كتب 16 ساعة أقوى شي جتنا له أنتو شجاي يساوون سيد صفاء عدنا وزارة كهرباء أو عدنا وزارة المولدات جاي حضرتك مسؤول في مجلس محافظة بغداد جاي يتقول لي وزارة المولدات تطيكم كهرباء أكثر من وزارة الكهرباء علي شنو طايرين وراهم هسا أقول لك احنا بداية الأمور أريد أقول لي هي والله خلال زياراتي وجهاز الأمن الوطني واستخبارات ما لقينا صاحب المولد موجود بالمولدة لو جاي بنا أبو الدورة جاي باللوز فيه هوا براحتي عندها فلوس ونصب مولد أحنا اليوم أنت ما زال اليوم من قناة الكريم نريد أهمل نقل اليوم أنت لو نقابة نتعاون سوية لهذا المخالفين الموجود عندك كمولدات نلقى ربط من غير مناطق على غير مناطق مولدات وعدك مختارين يساومون أهل المولدات في الحرية ست ملايين سبع ملايين تطر هذا الأمر لماذا لم تكتب لك نقابة معلمية النقابة المحامية أو نقابة العفو مولدات عموا يتعاون عنك لماذا لم تكتب لك خلال هذه السنين مختارين مختارين أخم فلوس على شنو يأخذون فلوس من أصحاب المولدات يساوموهم لماذا؟ رئيس المجلس وبصار عندنا عظم اسمها بغداد لزا ما نتلبس بالجرم المشهوط يعني شنو يأخذون من أعد المخلص يساوموه يقولون أنت روح بيعوا بـ 17-18 والباقي إلنا هاي مختارين وبعض المدراء النواحي كذلك هم يأخذون رشاوي من أبو المولدات يصبح أبو المولد بكيفة هذا الشي بعد ممنوع بعد محد يقدري يتابع وإراق بوي حاسبه عدة سلامنا واضح بس أريد أفهم من عدهم كمعدل تجهيز هسا في بعض المناطق 16-18 أو مثل حتى نفترض مثل ما تفضلت جنابك يوصل الأمر إلى 20 في بعض الحالات النادرة لكن كمعدل إشقد جاي يتجهزون 12-12 ساعة لا يقل عن 12 ساعة لا يقل عن 12 ساعة هاي لـ 12 ساعة عفوا إشقد يكلفك الأمبير الواحد في الـ 12 ساعة أستاذنا العزيز حسب الدراسات اللي عندنا ايه احنا أصحاب مولدات احنا صار لنا 20 سنة في هذا المناطق نعم عدكم خبرة صار لنا 20 سنة أنا اليوم كأب مولدة إشقد لي كلفكم لي الفخر اليوم أنا كأب مولدة إشقد لي كلفكم الأمبير نعم تصرفون 60 لتر للكيف الواحد 65 لتر في الساعة زين بالمقابل حتجيكم 40 لتر تمام زين سعر اللتر حيكون 200 بدل 400 دينار تمام إشقد حتكلفكم وفق الحسابات الجديدة تمام أطيق حسابات أي رقام طين أطيق أرقام أنا اليوم مولدت تصرف بالساعة الوحدة 65 لتر تمام حسب الدعاء الحكومة أنه قاعد غذين اطناع الساعة باليوم زين هذا الدعاء الحكومة زين هل يا ترى فعلا توصل للمواطن اطناع الساعة باليوم نفترض وصلت اطناع الساعة أنت ما جاي تطيني نتيجة أنت جاي الشغل اطناع الساعة استاذ استاذ العزيز الحكومة اليوم تعلن أنه غذية هالمنطقة ساعتين بساعتين اطناع الساعة آن الساعتين تقدر تضمن للحكومة تطيني ساعتين متواصلة بدون القطاع لا ما تقدر تضمن ما تقدر تضمن هذا جاي نعيش زين آن اليوم حقيقة آن اليوم آن نحشي لك اليوم وحشي لك على دراسة درسناها واشتغلنا عليه خلال الشهر السادس الشهر السادس عدنا تشغيل 400 ساعة عدنا بعض المولدات شهر حزيرات السادس 2024 عدنا تشغيل لا يقل عن 400 ساعة حسبنا 400 ساعة نعم هذا موثق بالعدادات العدادات اللي فرضتها علينا الحكومة زين واعترضنا اعترضنا على صيغة العداد لأنه كان موعد اطلاق لنظام العداد بالفترة اللي كل سنة بين الشتاء والصيف بالخريف وبالربيع الكهرباء الصير زي من يخلى هاي العدادات الحكومة محافظة بغداد السابق لا رئيس الوزراء توجيه من رئيس الوزراء لمعرفة ايش لمعرفة بالمناسبة العداد ما فض النواحي اكو ابو ناحية تطع الامبير بتلتالف دينار على العداد الامبير اي بتلتالف دينار علية يكلفت يكلفت تلتالف دينار اي عندك باللطيفية بالطارمية اي بناطق اخرى ببغريب يكلفت تلتالف دينار ماكو اطفاء قليل يعني بهذا المكان ومديد الصدر كل فيهم 4-5 أستاذ مديد الصدر زين تعالي على الدور أي تاريخ أستاذ ممكن داخل أو لو سمحك عقب الأوات البارحة دازنا مدير ناحية تعالي على مناطق لحظة سيد أكرم سيد صفاء تعالي على مناطق الكرخ على اعتبار في الكرخ التسعير أعلى وأني ما أعرف ليش في الكرخ التسعير أعلى وتوصل إلى 20 و 25 في حين أن تقل إلى مناطق أخرى أيضا في الكرخ أو في الرصافة ألقاها 15 ألقاها 16 ألقاها 14 ارجع لي وتعالي على مناطق الكرخ اللي بيها تسعير 20 ألف للأمبير الواحد اشقد تكلف وفق قراءات العدات احنا اليوم عدنا أستاذ عمار العامري مدير ناحية المأمون وعدنا أستاذ عبدالله الكناني مدير طبعا ناحية المنصور اتركني من المنصور على اعتبار اللي يرموك بيها خصخصة تعالي المأمون الدورة والسيدية مو وشهداء السيدية وهاي المناطق اللي استاذ عمار يلطلع وياي رجل صاله تقريبا أربع تيام خمس تيام متواصل ويا رجل ألفين واربعمائة مولدة عنده ناحية المأمون هيدها العداد اشي يقرأ بيها ساعة الأمبير اشقد يكلف اولا اقو مناطق ما يشغل مئتين وثمانين ساعة بيها وثمانين ساعة ازين ثلاثمائة وثمانين ساعة في شنو بيها وثمانين ساعة بيها وثمانين ساعة بيها وثمانين ساعة خمس وستين حسب التندر ما للمصنع اصدار هنطيك شي علمي مطيك شي مجيبي اذا الشركة لصنعة البييركيز اذا لازم نروح نحاسب يعني منطلة اثنية تقول خمس سنوات سس سنوات ونطيك اكثر هو بالاكثر تصل خمس واربعين يا جماعة انا عندي سؤال في غاية الهمية حتى يحسم هذا الجدل قبل سؤالك ممكن اوضح لحظة سيد اكرم ارجع لك واخذ وقتك الكافي فرضتوا 12 الف للامبير الذهبي وجينا ضربنا مثل على ناحية المأمون اللي بيها سعر الامبير 20 الف انا هناك ساكنوا ودفعت 20 الف قبل ايام اش قد يكلفهم الامبير وفق هاي الحسابات الحسابات ورحنا للأعلى في الدورة الالأعلى الأعلى الأعلى 12 زايد عليهم مو كل مناطق 12 يكلفهم ايه بس بالدورة لا الدورة تختلف يعني بيدفع كارت الدورة اللي امانة انا دعشي لك لان التجهيز اعلى التجهيز بالمولدات اكثر توصل 16 15 14 توصل اما بغير مناطق ما نصف 8 ساعات 9 ساعات و 10 ساعات بالتالي 12 الف هي زايد وزايدة وعند دورة ايه 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 ما قد يكلفكم الامبير ما حد يقبل يجاوب استاذنا العزيز قطيني فرصة وانا اجاوبك انا اليوم احكي لك على مولدة بيركنز 1200 ساعاتها 300 كيل فولت تمام هاي المولدة صرفها لساعة الوحدة 65 لتر يقول لك سيد صفاء 45 انا عقد الشركة خليشوفها اسمع مني استاذ اسمع مني اسمع مني واستاذ صفاء ممكن صاحب معلوماتها ممكن يدخل على الانترنيات ويكتب المولدة والتندر مال الشركة موجود والتندر يقول لك هاي المولدة تصرف حسب الظروف القياسية والاجواء الاوروبية مو جو العراق ولا نوع الوقود المستخدم بالعراق اذا شغلتها بجو قياسي ما بحرارة 47 48 اذا شغلتها بوقود درجة اولي اللي هو مادة زيت الغاز اللي هو القاز راح تغذيك 800 امبير تصرف عندك بالساعة الواحدة 65 لتر انا اليوم مولتي نفسها اللي درست عليها الحكومة شغلتها نفسها مش تغلب بغداد يرحم والديك شغلت يكلفكم الأكبر بحيث تجون تبيعوا لي انا كمواطب بعشرين انا عندي احلفك من الله شقدر ربح انا مش الربح من جاي تبيع لي اراحطيك اليوم شقدر ربح انا ما بيع بعشرين انا اليوم ابيع بثمعاش حسب تعليمات الحكومة تمام انا قبل ايام ناطع عشرين انت نطعت عشرين بمنطقتك انا انا احكي لك على اكثر المناطق العشوائية بغداد استاذ احنا ما نمشي وياك انا مثلت جميع بس احنا اليوم اليوم انا الحكومة انا اليوم الحكومة والمسؤول اللي اللي ما عنده اي شغل شاغل غير ابو المولدة وكاميرا تصور وجيب الشفل وفلش ليش اليوم المسؤول يريد بالمصطلح الدارج يريد يكون مشهور ويكون معروف براس ابو المولدة شون السبب ما عنده مهام غير المولدات ليش اليوم كل مسؤولين ما عندهم فقط الانترنت والتليفون يصور ابو المولدة شون السبب ليش ما يصيحني اليوم ابو المولدة ليش ما يقعد له اي المسؤول يقلي شون احتياجاتك ليش ما يقعد له ياه في بداية انا اتمني استصر اتمني مسؤول امام المواطنين الناس جاي يتحاججن احنا انتخبناكم وبيجدت في دوني سعر الأمبيارة بعشرين ألف ساعة دوني تمام انا وياك يا رجل ساعد المواطن انا وياك يا رجل استاذ هتجاوبني سيدك رم انا راح اجاوبك راح اطيك رقم راح اطيك رقم ما تقول لي يا شكير استاذنا العزيز انا اصرف شهريا 26 ألف لتر قاز انت ذات الطين 12 ألف لتر قاز بسعر 250 والشهر الجاي سواه بميتين 20 الحكومة ترى ما متفضل علي لان انا اصرف 26 ألف لتر قاز انت من الطين 12 ألف اي اشتري 14 ألف تدري بيش اشتريها اللتر من التجاري سوق التجاري اي 750 دينار الالف لتر اشتريها ب750 ألف دينار وعلي وعلي انا اخسر شهريا اذا تطيني مجال اطيك الارقام انا اليوم اخسر شهريا خمس ملايين وتسعمية وعشرة ادفعها من جيبي عزل وروح يوم مهلك ما قدر عزل ليش انا ملزم من من ملزم انا ملزم وعزل وروح يوم مهلك انا ملزم ليش لا تخسر ليش تقبل تخسر السبب انه مراح الصدقونة ليش كل المواطنين في بالهم ان ابو المولدة ينام على ما خدم الريش عيني اذا هي هيتش وخسارة اغلق المولدة واعتذر من المواطنين واروح انام انام يوم ليش ما تساعدني الحكومة ليش ما تمد يد العون ليش ما تقعدوا ياه الحكومة اليوم ما تسعر انت ناطيتك ارض ببلاش الحكومة اتجاه تدفع ايجار مثل ابو السوبر ماركت مثل النجار مثل الحلاق هاي مو مساعدة تمام هاي فقط المساعدة ازيه زمن بزمن بسنة من السنين انطونا غاز مجاني وبعنا الامبيرو بسبع تالاف تذكر الفين وعشر الفين ودعش ازيه كانت اكو شكالية كانت اكو شكالية كانت اكو غجة مثل اليوم بالشارع لا ليش ما تطيني مجاني احسبني مواطن لبناني اطيني غاز ببلاش خلينا شغل المواطن لخمسة الاف احسبني مواطن ارديني ولا تمدلي انبوب ازيه اطيني حصة كيفينا عن اليوم اصرف ستة وعشرين الف اطيني ستة وعشرين الف والزايد اخذي لك ماريدة تعال كراس شهر سوي جرد على مولدتي واحد بالشهر اسحب الزايد ازيه وبيع لي حصة ازيه انتو بالمقابل ليش متعوفون طالما انتو مراضين بهذا الدعم المقدم انه سعر اللتر ميتين دينار واربعين لتر للكيفي طالما هذا ما عاجبكم وعلى اعتبار تسعيره تفرض عليكم وانتو جاي تخسرون بالشهر خمس ملايين وتسعمية مثل ما تفضلت اعوف هذا الدعم وما استلميه واني اشتري براحتي من السوق وافرض الاسعار اللي اريك استاذ الجميع سواسية عندك حصة ما عندك حصة يجيك بالشفال يزملك باب المولده عندك حصة ما عندك حصة طيني مجال شوي احنا كم مولده عندنا تقريبا مقرب المسجلة فيه بغداد المسجلة 14000 واللي تسلم حصة تسلم حصة واللي ما تسلم حصة 4000 5000 4000 5000 40500 نعم والاجراءات تشمل كل المولدات احنا قبل المسجلة وغير مسجلة تسلم حصة وما تسلم حصة احنا يمكن عندك ابو احمد يمكن مسؤول النقابة مصحيح اين نقابة النقابة سادى احمد سادى احمد محسن أي سادة أحمد محسن سادة أحمد محسن أنا قاعد فيه يا رجال وجاب لي الأمانة البارحة واليوم نعم واليوم كنت أتواصل وياه سادة محمد الشبار على موت الجيز عنده وجبة كاملة رح يستلمون مستر كارت يوم الأحد مستر كارت المام مسجله إحنا اليوم في طريقنا أنت تتحكي لي إحنا اليوم عندنا مدراء نواحي هم الركاز نعتمد عليهم مصال أو لا أنا اليوم من أجمع هم 42 مدير ناحية أجمع 38 مدير ناحية يقول لي لتسعيره ماتك هو يطمعش أجمع تقريباً تسعة أو سبع مدرانة واحد تسعة يقولون تسعيرتك لا قليلة أجد أنا أخذ أيهما الأكثر أنا ما أحرف هذا القياس يمكم هذا القياس يمكم بالنتيجة لازم توصلون لازم توصلون إلى حال بس الحل بالاعتقالات الحل بتفليش المولدات هو هذا الحل يعني أجيب شفاءة وأفلش المولدات أنا همين حربت النواس يعني أراضيتهم اللي ما دين خطوة اللي أمانة أنا كرئيس درجة النقطة الغاز رافضين رفضاً قادت عن تفليش صاحب المولدات صارت هاي؟ صارت 4-5 وقفنا الأمور كم معتقل؟ اللي معتقلين أنا أنا اعتقلتهم كم معتقل؟ أنا اعتقلت 28 واحد بالدورة بعموم بغداد كم معتقل؟ وليقيت واحد مشكل يحكي لي ويورط نفسه يدون نفسه أقول لك ياها مع اعتزازي بالأخ اليوم لو هو يعني مسيطر على نقابة المولدات كلهم صحيحة بالحقيقة أنا أصحاب مولد أقول لك قد مشكلة يقول لي 288 ساعة عدل هي وربحان 8 ملايين زي هو دين نفسه 288 ساعة اي مشكل وربحان شكل وربحان 8 ملايين ما 7 ملايين يعني بالتخطيق الموجود اي ما تريدوني رباح؟ بالعافية يعني 8 ملايين 7 ملايين عندي مقترع يعني إحنا لعد شكل أنتو خليتو حتى هامش الربح شكلة يعني حتى يكون الربح مرضي مو أنتقيت لي خشحة شاية اليوم القانون من يدي حاسب اليوم توقف أمامك اليوم من أجي أن أعتقله يورطنا من يقول لاني مستلم عشرين أنا على 12 ملايين ويربح حاليا 180 ساعة على 12 ألف نعم هو دي احترف بالسانة يقول لاني مشكلة 180 ساعة خلال 26 يوم وعلى 12 ألف يربح تقريبا 7 أثماني هذا شون تحاسبه؟ يعني تريدني ما زلت المولدة أنا اليوم كرأي شكل عدد المعتقلين وصل عدد الأثمانين أو أكثر بقليل؟ أكثر أكثر دولة شون على أي وفق أي مادة قانونية تم اعتقالهم؟ وفق أي مادة قانونية حتى تم وحاسبتهم؟ لا لا دولة رئيس وزراء وجه بأقصى العقوبات تمام وفق أي مواد قانونية يعني عندنا مواد قانونية تحاسب أصحاب المولدات غير الملتزمين بتسرير مجلس محافظة برداد توجيه من رئيس وزراء يرفع الكفالة وراء احنا عندنا قرامات مالية لعني اليوم أحتيك شغلتها بالحرية عندك كناقبة عمود أكبار المشاهدين عندك عليم المختار يجب أن يستلم من نقعة الحرية؟ جيد ما أستاذ جيد ما استلم وردك سبب سبب ليش؟ شون السبب؟ سبب يأخذ 8 من 9 ملايين أستاذ ما عندكم ماكو مراقبة من عندكم ليش مراقبة؟ ماكو مراقبة أستاذ ماكو تعاون من عندكم أدعمني أدعمني إذن ما أدعمك؟ إذن هاي شون إذا استخمنني من أجيك أستاذنا مني تريد السعر دزعلي خلي دع ديمك اليوم إذا أنت تخسر 5 ملايين شعندك تطلل النقابة اللي اسمه مليون و 6 ملايين وقعد يمي دزعلي أنت بمولدة دزعلي اسمع مني أنت اليوم مخوش حديد خوش حديد أنتو بالـ 12 ألف مثل ما تفضلت خسارة 5 ملايين خسارة 5 ملايين أستاذ المشكلة بالتجاه و بالـ 20 ألف ما أخذ 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 20 ألف هانويات المسيئة حاسبة أنتو ما أخذ الرقم المرضي يعني تشوفوه مناسب 15 ألف أنا عنده مخترح وفق الإجراءات الحالية عنده مخترح أطيني غاز يشغلني أي وأنت اليوم كحكومة يشغلك بشكل كامل أطيني غاز يشغلني مجانا تريدوه اسمع مني أطيني غاز يشغلني و أدفع رواتب موظفيني ما للتشغيل أي وشي اللي أجور الصيانة اللي تصير عندي زي ليش ما تروح تقعد بالبيت و أنا أجيب لك الرب لا لا أطيني راتب أطيني راتب أطيني راتب اليوم أطيني أبو مولدة أنا سمالك مولدة أطيني مليون دينار واحد أطيني مليون دينار نعم و أدفع راتب موظفيني كل موظف 600 ألف و اشتري لي دهن و من تعطي المولد تصلح لياها وأنا أعمل لك كاربار و عشمي الساعة أطوني 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 لا لا أطوني أطوني حكومي لا حكومية سيدي و أنا عينك براتب 750 وتعوف الأمر كله يمن أم مقترح أسا أنا أنا كرئيس الجديد أنا عمامة عميم وأي خسارة ما لك دخل بكل شي أنا أعطيك 750 وأنت بس الشغل الطفيلي كم وضر الحكومي هو شنو المقترح المنطقي القابل للحال هذا مقترح لا لا هذا مقترحك أطيني مقترح أنتو شنو الرقم اللي يرضيكم مثلا أستامر عزيزي إحنا ما ندور أرقام أنا ما ندور أرقام أنا ما يهمني 15 ولا 17 ليش منزعجين أنا اليوم هدف أنا اليوم كأبو مولدة أنا تحت مطرقة الحكومة وسندان المواطن أنا اليوم أبو مولدة ما أحد يحبني ليش بسبب الحكومة تصر رحطيت غاز غاز مدعوم هاي الأشهر كلها مو شهرين بالمحطة أي واحد يروح يشتري الغاز بالمحطة بـ 400 شو اللي المدعوم المنطينياء ليش تصرح مدعوم أنا أطلعتك هسا أبشرك بشارة أنا أطلعتك مجانا شون أوصفك يا مجانا شون يعني مجانا بدون ما أطلعت قلت تستلم سبعة ونص أبو ثلاث ميلا وما تستلم سبعة ونص أنا استويتك يهف معاش ألف يعني الباقي كلها بلاش على طالل السنة لا بس دقيقة هيت تحتيلي أربعة شهر لا شهرين أستاذ لا 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 يعني هس القرار أربعة شهر خلف الله عليكم إذا أربعة شهر استمرار يا شهر ويا شهر بدأ من الثالث والسابع والثاند الثالث اش قد وطيت حصا أستاذ إذن أسأل أكس أول واحد إنت مو مستلم السبعة وثمانتعش وعشرين بدون قرار لأن ما تبعين تعليمات المجلس محافظة بغدال ما تبعين محافظة بغدال أخذ ستة عشر الف وأنا جهزتك مين وخمس وعشرين استاذ طبل الاسبعة عشر مين وخمس وعشرين جهزتك بطمع عشر الف دليل استاذ وياك أنا هس أنت من تصرح أمام المشاهد أنت منطيني شهر السادس شهر السادس قد منطيني قازلته أنا قدتك من المين عشر وعشرين ستة ما ليه شهر أمتك مالت سابع حدد مال السادس موتهم المواطن فس أنت أنت ساوتك ما حرمتك أنا أنا قراري اليوم ما رجعت بأثير رجعي قلت لك لا حسبتك من واحد السبعة أما أنت ماخت 25, 20 و 18 في شهر السادس ما تابعت ما خلفت البوع أنا سوى الساعة أستاذ الطين مجال أنا دافع عن حقي دافع عن حقي أنت اليوم تتهمني مطيني أربعة شهر أنت ما مطيني أنت مطيني شهرين أنت الآن أمام المواطن أنت قول أنا طيت شهر السادس شهر السادس ما مطيني حصة الطيتني يوم 25 حصات السابع بس السابعة تما خلف 25 يبدو هذا الخلاف هذا الخلاف وفق ما جاي يطرح ما يبشر بخير ما حتوصلون إلى نقطة وسطية منقصد قريب للاتفاق أنا لأسف خلاص عندي الوقت يعني مفطر أشهدكم بس 12 ألف أدفع 12 ألف دينار ومخالف أكتب لي عليه هاي وحدة والشغلة الثانية المخالف شا سوي بس المرقمي موجود إذا ما قبل وقال يشيل وايرك تجيب لي غرامة مليونين ويقاف الحصة ماذا ستفعلون؟ أنا أبو مولدة المخالف فلش مولد تجيب شفل وصل مرخصة قصاد المخالف فلش مولدته وجيب شفل وخلي المسؤول ياخذ وياسر وخلي نشر الملتزم اش سويت وليها لستين كلها أحد قل له شكراً جا مسؤول قل له هو لا يربح بعش يسونه الملتزم أنت ليش 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 تخذوا يا سياسة الترهيب ليش تشتغلوا يا بالتهديد ليش ما تخليني شريك لك السيد أكرم الياسر يمدير الإدارة للنقاب العامة للميكانيك والمطابع والتعدين والطاقة لجان المولدات شكرا جزيلا شكرا حضرتك سيد صفاء الحجازي رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة بغداد شكرا جزيلا حياكم الله شكرا لحضوركم أهلا وسهلا ماء بغداد وفرة الانتاج وكثرة التجاوزات موسيقى في الحلقات الماضية استعرضنا أرقام وأحصائيات بخصوص عمليات الانتاج والهدر وبمرور سريع عليها فقد ذكرت مديرية إعلام دائرة ماء بغداد أسيل عزيز أن كميات الماء الصافي المنتجة من مشاريع الأمانة تبلغ 4 ملايين و205 ألف متر مكعب يوميا فيما تصل نسبة الهدر في بعض الأحيان إلى 50% أي أكثر من مليوني متر مكعب يوميا بحسب المتحدثة فإن حصة الفرد من الماء الصالح للشرب التي يتم تزويدها من 13 مشروع انتاجي 124 مجمع لتصفية الماء في جانبي الكرخ والرصافة تبلغ 400 لتر يوميا وهي بالتأكيد نسبة جيدة كبيرة مقارنة بالكثير من الدول المجاورة ومثل هذه المواضيع ربما لا تأخذ نصيبها من المتابعة ومن تسليط الضوء رغم أهميتها الكبيرة لأن من يكون عندنا مليوني متر مكعب من المياه مهدورة يوميا في العاصمة بغداد فهذا يمثل أزمة بل مشكلة كبيرة لأن شهريا راح يصير عندنا 60 مليون متر مكعب من المياه مهدورة في ظلمنطقة تشهد حرب غير معلنة على المياه والأكثر من هذا دول راحة تشرع قوانين تمنع استخدام خراطيم المياه بسبب الشحة والندرة هنا عندنا الموضوع طبيعي كلش عادي أنه يلزم الصند ويخسل سيارته ويرش الحديقة ويرش الرصيف والشارع واحتمال يوصل للشارع العام هو كامش الصند لا حساب لا كتاب لا رقيب لا ضمير وهذا للأسف يدفع ثمن مواطن في مناطق أخرى التي تشهد باستمرار انقطاع في المياه وهذا ما تعزوه دائرة ماء بغداد إلى تذبذب التيار الكهربائي والتجاوزات الحاصلة على الخطوط الرئيسة الناقلة لمياه الشرب والانشطار السكاني المتمثل بتقسيم الدور إلى وحدات سكنية صغيرة ما تسبب بضغط على المنظومة الرئيسة تفاصيل عديدة تخص هذا الملف ملف المياه في العاصمة بغداد راح نناقشها مع ضيفي في الاستوديو السيد حكمة عبد المجيد حميد معاون مدير عام دائرة ماء بغداد سيد حكمة حياك الله أهلا ومرحبا عذرا تعطننا عليك الله بالخير الله بالخير أهلا وسهلا بجنابك الكريم شكرا جزيلا حياك الله للتسليط الضوء على عملنا كدائرة ماء بغداد والجهود بداية هي جهود كل شعالي إحنا يعني تبدل الدائرة ماء بغداد لي إنتاج هذا المي 4 مليون و 250 و 5 متر مكعب يوميا صحيح للمعلومة أي موضوع الهدر أكو فرق ما بين جباية التجبة يعني عدد معين حسبة معينة من الاشتراكات أكو فرق ما بين أي إحنا توصل 50% أكثر أقل حسب 50% أكثر بقليل أقل بقليل هي نسبة جباية الماء من قبل أمانة بغداد عدم تفعيل القوانين امتناع المواطن عن التزديد أي يعني لظروف معينة هاي معروفة أشقد الرقم يعني كأرقام يعني إرادة لها حسابات معينة يعني بالتأكيد يوصلكم وارد شهري تعرف الرقم يعني طبعا واردات الجباية شهريا ما بين 3.5 مليار نعم اللي هي ماء مجاري نفايا لا لا بس ماء عفوا الماء يشكل ثلاث هذا المبلغ لأنه يعني تقريبا مليار 3 مليار مليار دينار شهريا واردات جباية الماء في العاصمة بغداد وهذا يمثل النصف من المفروض عدكم 2 مليار جباية الماء ثاني تصحيح للمعلومة يعني حتى أكمل المعلومة الفنية نعم موضوع الهدر ينقسم إلى يعني أدة فقرات الهدر الملحوظ اللي هو كسر أنبوب ويطلع المي يعني بره هذا نسب معينة 5% 5% هذا ستجاوز خلي نسمي هو متجاوز كسر أنبوب معين يعني لظرف أو لآخر يعني نتيجة أضرار معينة حبوارة حبوارة يعني إذا نشتغل فتشي زين هذا يمثل 5% نعم أكو عندنا غير مجبية يعني اللي ما يدفعوا نعم يعني هم يتمثل تقريبا من 15 إلى 20% نعم يعني هاي تقريبا فعلا الهدر اللي على هذ النوعين مزين يعني وصل عندنا من 25 إلى 30% إلى 30% تقريبا واضح حل نقول يعني ويتراوح السبعين بالمية وين على أيام السنة السبعين بالمية احنا قلنا الهدر اللي دا يطلع خارج الشبكة هذا اللي دا نفقده الآخر اللي ممج به هو دا يروح للمواطن أول و تالي يعني احنا دا يستفاد من عند المواطن هو دا يوصل للمواطن لكن الدولة يعني احنا بالتسلسل لأنه سرعة إنشاء الدور والمناطق السكنية أسرع من حتى أسرع من جباتنا همين يعني احنا كل ثلاثة شهر حاليا هسا تصدر القائمة بينما نخلص الإصدارية نجي نلقي زيادة بعدد الدور أكون شطارات جديدة يعني سبب الهدر السبب الرئيسي هو الكثافة السكانية وتزايد السكان وتزايد المساكن والشطار الوحدات السكنية إلى وحدات صغيرة نعم سبب آخر سبب آخر عشوائيات العشوائيات أيضا يعني مزودة كلها مزودة كلها يعني توصل إلى 98 أكثر من 95% من العشوائيات مزودة كلها بجباية أم بدون جباية قسم من عندها وصلنا لهم إلى جباية لم نسوي لهم قوائم ونذكر علي أنه هذا زراعي نعم يعني والقسم الأكبر بدون جباية بالتسلسل هذا يعني تنشأ وفيما بعد تترقم ناخد رقامهم تسوي لهم قوائم هاي مشكلة يعني بالنتيجة لأي سبب كان 5% هنا 15% هنا 20% هنا هي بالنتيجة آني أمام هدر في ظل ضرف مائي صعب جاين أي شيء شنو حلولكم أو شنو الخطوات اللي حتقومون بيها يعني احنا عدنا هاي المواضيع يعني كانت سابقاً يجي المواطن هو يسجل احنا هسه يعني سهلنا الموضوع بأتمتة إجراءاتنا ماذا؟ وفعلاً يعني قمنا نشوف أكو بعض الإقبال أو يعني فد نسبة معينة إقبال صار لأن كان قبل يعني ما يقدر يراجع لظروف أو لأخرى بعيدة نعم ضروف حار نعم نعم هسه صارت أتمتت الإجراءات مالتنا اللي هي بلغت 100% يعني احنا هسه تقديم أي معاملة تسجيل يعني الآن إذا أريد أقدم معاملة جديدة نعم أليكترونية عبر بوابة أور زي اللي أنشأتها أنه نعم الأمانة العامة اللي بدلس الوسرا وإذا أريد أتفعل أموال الجباية أيضاً أقدر أتفعها بالكريدت كارت حالياً حالياً إحنا ننشأ هذا النظام عندنا رسومات بداخل البناية يعني بالمقر نعم رسومات جبايات معينة عندنا موجودة الأجهزة أليكترونية بس اللي بره يعني داني نشأها حالياً يعني خطوة خطوة أنتوا جاي تغطون كل مناطق بغداد بهاي الكمية 4.2.5 متر مكعب يومياً مع الأطراف مو هالشكل الأطراف إحنا نمطيهم الأطراف بس جبايتهم ويانة جبايت لا لا قسم من يوصلهم من الميمالتنا أي وقسم من محافظة بغداد ممتاز وأنتوا جاي تقولون هاي الكمية كبيرة مقارنة بدول مجاورة حصة الفرد الواحد 400 لتر هنا نأكو مشكلة أو مشكلتين المشكلة الأولى مناطق بذاتها مناطق بعينها تعاني من انقطاعات مستمرة هاي أولاً المشكلة الثانية المستجدة على ما أعتقد أنه مي ماكو بالليل في كثير من مناطق العاصمة ليلاً بالثنتين بالثلاثة بالأربعة وصولاً إلى الخامسة فجراً ماكو مي نعم المشاريع عمالتنا حتى الدوم حتى صير لها استدامة وتقدر تشتغل 24 ساعة وتلبي الغرض اللي هي أنشئت من أجله يعني الحاجة لها كلها لازم أثناء الليل اللي هي صير أطفاء مو أطفاء عندنا غسل فلاتر وصيانات وإحنا بالنهار ما نقدر نطف في ساعة بالنهار وقت الاستهلاك والذروة سيد حكمة تمام تمام يعني لربما من الجنبة الفنية هو مقنع بالنسبة لكم لكن يعني هل هي جنبة فنية جيد والمواطن شنو ذنبه التانكي ما عنده تانكي أو التانكي ما تفرغ نحن ده يجي بعوقات أخرى يعني التانكي ما تفرغ الخزين اللي عنده بالبيت فارغ لأي سبب كان بالنتيجة هو يطلب من عندكم مي أنه تجهزوا بمي صار عنده أمر طار يحتاج إلى هذا الماء في الثالث أو الرابعة ومو أطفاء يعني نحن نقل للدخل لأنه راح في مجموعة فلاتر لأنها هي أطيان فلازم يصير غسيل أن الغسيل موضوع ميكانيكي يعني استرجاع للماء ويعني ممتاز أنت عدتكم 13 مشروع و92 مجمع نعم إذن تحتاجون إلى مشاريع أخرى ومجمعات أخرى حتى تقدرون تناورون مناور ما الحلقة بعدد المشاريع هو كمشروع إحنا نناور ما بين مفاصل هذا المشروع خايفين ليصير عدتكم مشاكل فنية بهذه المشاريع ولهذا تتم عملية الأطفاء مو نخاف أصولا موضوع الصيانة لديمومة عمل هذا يعني أنا ما أقدر أخلي المشروع يشتغل 24 ساعة في 24 ساعة الطفية للساعات بس لتنظيف الفلاتر وصيانات أخرى واضح هاي أثناء يعني عدم استخدام أو قلة استخدام واضح بالنسبة لبعض المناطق موضوع فني جدا يعني بعض المناطق بعينها يعني مستمرة لانقطاعات تجيهم ساعات تنقطع ساعات يوم كامل موجود اليوم الثاني غير موجود موضوع موضوع الانقطاعات كل منطقة أكو فد سبب معين أكو مناطق بعيدة جدا يعني بأيام اللي الاستهلاك العالي اللي مثل هيتش أيام يعني الحر الشديد يعني صير استهلاك عالي ما قبل والتجاوزات اللي قلنا عليها والشخص اللي يطلع يرش بدون أي يعني وازع يعني المناطق اللي شوية بعيدة راح يعني تستغرق وقت يلا توصلهم الدفعة الماء اللي إذا انتجه فلهذا تعاني ساعات معينة إلى أن يوصل يعني نحن قسم من هذه المناطق شوية المناطق بعيدة عفوا يعني أنت عدتكم 13 مشروع موزعة بعموم العاصمة مو هالشكل هي ما تتوزع بعموم العاصمة راح تصير على ضفاف النهر نعم منذي تشجه عندنا مشروع الكرخ نعم اللي هو بالطارمية مقابلة جهة يصير مشروع الرصافة وكل ما تبتعد المناطق خارج مدينة بغداد قبل مدينة بغداد لضمان جودة الماء وكل ما تبتعد المناطق عن هذه المراكز أو هذه المجمعات سيصير بعيدة عن هذا المصدر فيوصلها المي أضعف نعم لسبب أو لآخر بسبب هاي التجاوزات اللي ده صير عندنا أكو حل لهذا الموضوع جاء يعانون أهالي هذه المناطق حقيقة نواصلتكم هذه الشكاوة نعم نعم إحنا الحلول عندنا أنشأنا بالأطراف اللي هي النقاط البعيدة نعم عن هاي المصادر أنشأنا هاي المجمعات اللي قلنا عليهم يعني ما أوجدت حل هذه المجمعات الإنقطاعات مستمرة والشكاوة الواردة لكم مستمرة على ما أعتقد إذا هنا وهناك يعني محلات معينة وأزقة معينة لكن الإنقطاعات المستمرة والأزمات يعني الناس كل حرية موجودة لو أكو يعني هيك أزمات تظهر للسطة إحنا هاي الشكاوة اللي تقول عليها تجينا يعني هاي تتعالج كل وقت في وقت يعني وماكن قطاع نهائيا استمر أكثر من 24 ساعة مثلا هناك انقطاعات لساعات معينة ويتم معالجة الأمر نعم عدكم مقترحات ذهبتوا إلى البرلمان لتشريع قوانين ما من أجل عدم السماح بهذا الهدر بعض الدول ذهبت إلى منع استخدام الخراطين قامت حتى تمع استخدام الصندات قامت تمع حتى استخدام الصندات مطالب هيك يعني حتى هذا النوع من الهدر هم إلى أصول معينة يعني الظهر أنا شايف ناس بعيني ونقف نحكو إياهم يعني بدافع الحرص فيعني الدنيا حارة جدا وبدرجة خمسين يرش بالشارع شل الفائدة بس يسوي لي بخار ويحرم لي بعده من حصة المي بس هذا قدمت هيك مقترحات طبعا إحنا المقترحات العملية اللي نقدمها لأن قوانين موجودة قوانين بس تفعيل والعمل بيها القوانين يعني تمنعني من استخدام الخرطوم والصند لا هاي قوانين بلدية نسميها يعني ممكن أنه يتحاسب بلديا يعني أدنى تعليمات قوانين هاي بلدية نعم موجودة يعني بس يتحاسب يكون هيك نصوص قانونية التجاوز وال هي تعليمات 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 نعم المتجاوزين اللي على على أي شبكة خدمة على الكهرباء والعلماء أكو بيها قانون معين بدالكم أروح وأجتمعوا يا مجلس للنواب من أجل إقرار قانون يمنع استخدام الخراطيم والصندات عدنا شحة وعدنا تجاوزات وعدنا هدر وكثير من دول العالم انتهجت هذا النهج على أي حال الماء المنتج الماء المغضل مجهز لأهالي العاصمة نوعية جيدة احنا بالمشارع مالتنا فحوصات مستمرة من المراكز الصحية اللي موجودة بالمناطق اللي وعدنا فحوصات من قبل مختبراتنا نعم وفحوصات من الليجان مشتركة تطلع من رئاسة مجلس الوزراء الليجان يعني نعم من الجهات المختصة المختصة يعني هاي بشكل مباغت يعني بالنتيجة بالنتيجة احنا الى غاية الشبكة احنا نوصل للمي يعني بضمان ويعني قياسات عالمية شنو الى غاية الشبكة عفوا الشبكات الخطوط الناقلة ما بعدها خطوط الناقلة ايه ما بعد ذلك ما بعد ذلك المناطق اللي حافظون على انابيبهم بدون تجاوزات التجاوز الى مضرة من ناحيتين اولا راح يسويها يعني لو يجي احنا يبلغ دائرة الماء يقول اريد اسوي امبوب اريد حتى لو يعني وبعدين احنا شوف شلون يعني يجي للبلدية او هذا لو يخلينا احنا نمد له هو احسن ما هو يتجاوز ويمد اي شي ويكسر البوري هذا يسببنا مشاكل يعني انتو الماء نقي وصالح للاستخدام البشري وصالح للشرب قبل ان يتجاوز علي قبل ان يعبر الشبكة ما بعد ذلك انتو مو مسؤولين نعم اللي المناطق التجاوزات من الممكن ان تخرب نقاوة المياه نعم بالنتيجة انا ما اقدر الان في هذه الفترة اشرب مي من البوري مثل ما شنزغار للأسف لعدنا مناطق متكاملة ومغلقة ما بها هي تجاوزات ومناطق كبيرة جدا يعني يعني اقدر اشرب مي من البوري بها طبعا طبعا نفحص المي نفحص المي من نهاية الشبكة من الانبوب الطيني منطقة وحدة ما صار بها الشطار وحدات السكنية وما صار بها تجاوزات مناطق المناطق الاخرى تقول لعد احنا شنو بخونا احنا المي مفحوص من قبل مختبراتنا مختبر المراكز الطبية انا اتمنى لكم التوفيق بعملكم اتمنى نرجع نشرب مي من البوري ما يطلع لي المي احيانا يطلع رمادي واحيانا اصفر مع شوائب للأسف السيد حكمة عبد المجيد حميد معاون مدير عام دائرة ماء بغداد شكرا جزيلا لما تطلقتم به للإضاحات ولي خضورك عطلناك اليوم حتى بدأني حوارني حياك الله وصلنا مشاهدينا الى ختام الحلقة شكرا على حسن المتابعة والإصغاء الى اللقاء اشتركوا في القناة